أسعد الله وأوقاتكم وتابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعتنا اليوم الاثنين سبعة وعشرين كانون الأول ديسمبر القمر موجود في برج الميزان نستقر في برج الميزان في منزلة الغفر وهي منزلة للكنوز والضفر والمنعة والتفريق والمشاكل والنفي رح يمكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة ثلاثة وسبعة وعشرين دقيقة من مساء اليوم الاثنين بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبانية وهي منزلة للفساد والقطع والمشاكل بما أن القمر موجود في برج الميزان معناته رح نتأثر جميعا بطاقات برج الميزان يعني رح يأثر علينا صفات برج الميزان على جميع الأبراج ففي هاي الفترة هي فترة أفضل عاطفيا لتعزيز أوصار علاقة عاطفية مع الحبيب أو تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر منكون اجتماعيين أكثر من ميلا الاسترخاء بيوجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيرة دور في علاقة لم تستقر بعد في هاي الفترة مننجح في أعمالنا الفنية وبوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا أيضا إقامة حفل ما أو إعادة تزيين البيت أو المكتب أو اقتناء حاجية جميلة بالنسبة للزوايا البطيئة اللي مأثرة علينا خلال الفترة هاي أول زاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين نبتون وهاي طبعا مستمرة لغاية يوم 28-12 بعدين خلص بتنتهي هاي زاوية تأثيراتها أنه منصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي تأثير الزاوية المستمر اللي إلو فترة مأثرة علينا هي زاوية الاقتران الممتزجة بين الزهرة وبين بلوتو وهاي تأثيراتها حكينا لغاية يوم 30-12 هاي شوي بتخلينا يعني هي بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية ولكن بتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث أنها تتدعم وتتعزز أكثر فأكثر ولكن بالنسبة للعلاقات الضعيفة فممكن تنقطع ويكون في نوع من أنواع العدوانية أو المزاج الصعب وبتسبب خلافات في حياتنا وعلاقاتنا العاطفية أما بالنسبة للزاوية اللي بعديها وهي زاوية تسديس بين المريخ وبين زحل برضو زاوية إيجابية تأثيراتها لغاية يوم 3-1 وهاي شوي بتمنحنا نوع من أنواع الوضوح في أمورنا وبتسمحلنا بالتغلب على العقبات وتجاوز كثير من العقبات في عملنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين زحل وبين أورانوس وهاي حكينا مستمرة لغاية يوم 13-1 بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات طبعا هاي من تأثيراتها إنها بتجلب حوادث طبيعية مثل عواصف، زلازل يشيلوا علاقة بالطائرات، بسكك الحديد وبتدل على إضرابات واشتباكات مع سلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية التي ستتشكل اليوم فاليوم لدينا ثلاث زاوية أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية ستكون بين القمر وبين الشمس يعني القمر أصبح نصف بدر اللي هو نسميه ربع وهو الربع الثالث وهاي رح تكون في تمام الساعة 2 و23 دقيقة صباحا طبعا تأثيراتها هي رح تظل غاية ساعات العصر طبعا هذا التوقيت بتوقيت جرينج هذا الاتصال بيخلق لدينا حالة من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المريخ وهاي رح تكون ذروتها الساعة 10 و6 دقائق صباحا طبعا تأثيرها طول النهار بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي ذروتها رح تكون الساعة 12 و54 دقائق بعد الظهر طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح لساعات المساء بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية بما أن القمر موجود في برج الميزان معناته الأعضاء اللي في جسمنا اللي لازم نوفر لها عناية إضافية اللي هي أكثر حساسية بتكون اللي هي الكلا والحالب المثانة البولية الأوردة الجلد كعضو لللمس البنكرياس الأنسولين أسفل الظهر والزائدة الدودية بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا يوصى بالعمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها إلا إذا كانت الحالة ضرورية أو اضطرارية فما في أي مشكلة لهذا الموضوع ولكن أنه العمليات الجراحية ما في أي مشاكل عليها بالنسبة لعمليات اللي هي عمليات التجميل مثل الحقن والجراحة فمنقول أنها غير مناسبة تصلح هاي الفترة لإزالة الشعر الزائد تصلح لقص الشعر التجميلي تصلح لقص الشعر الغير تجميلي اللي هو القص والصبغ العادي ولكن لا تصلح للقص العلاجي بالنسبة لمطعم كورونا ما في أي مشاكل طبعا ما أخذ بعين الاعتبار اللي هو الأسبرين حبتين كل ست ساعات لمدة ثلاث أيام أو إذا كان في تهيج مكان الإبري أو مكان اللقاح يتأخذ نوع من أنواع أدوية التحسس زي الانتيهستامين أو الهستامين بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الميزان خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء ثمانية وعشرين اتناعش بيبدأ في تمام الساعة تسعة وعشر دقائق مساءً بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة وخمسة عشر دقيقة مساءً بتوقيت جرينيج يعني مدة خمس دقائق فقط لا ينتقل القمر بعدها لبرج العقرب بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع ثلاث وعشرين يوم في تمام الساعة عشر وثمانية وعشرين دقيقة مساءً بتوقيت جرينيج بصير أربعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة خمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم عشرين واحد سعيد بنسبة ثلاثين في المية الآن مع ساعات الصباح بصير سعيد بخمسة عشر في المية القمر في الميزان حتى يوم ثمانية وعشرين اتناعش سعيد بنسبة ستين في المية عطارد في الجدي حتى يوم اثنين واحد سعيد بنسبة سبعين في المية الزهرة في الجدي بيتراجع حتى يوم 29.1 سعيد بنسبة 0 المريخ في القوس حتى يوم 24.1 سعيد بنسبة 30% المشتري في الدلو حتى يوم 29.12 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4.6 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 18.1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 28.6 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 29.4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل القمر طبعا الان صار مقابلهم تماما وهذا الشيء بعطيهم اشي ايجابي وبعطيهم اشي سلبي طبعا بما انه هو بيت الشراكة المالية والعاطفية فهذا يوم جيد للقيهم بعمل مشترك وبرضو بوسع كل يوم تعوقيع عقد او اتمام خطبة او زفاف ولكن مع تراجع الزهرة انا ما بنصح دائما بالزواج او الارتباط بالفترة هاي الا بدراسة الزوايا بشكل جيد طبعا بما انه زاوية تربيع للقمر فاضعفت عملية الارتباط فيه نوع من انواع التأثيرات السلبية اللي رح تكون متعبة على المستوى العائلي وعلى المستوى المهني لانه طبعا القمر لما بيكون مقابلك تماما يعني بيصحب من طاقتك فعشان هيك حاول انك ما ترتجل المواقف واتجنب الانتقاد في العمل وبرضو سوء التفاهم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور القمر صار في البيت السادس يعني بيت الصحة وبيت العمل فعشان هيك اول امر بتكون تنتبهوله اللي هو العمل لانه اليوم محتمل يتراكم العمل عندكم اكثر من المعتاد وما تجدوا الوقت الكافي لانجاز جميع اعمالكم ممكن تشغلوا حالكم باكثر من عمل مع بعض وهيك ما رح تحققوا انجازات عشان هيك انجز الاشي المهم بعدين الاشي الاهم وفي نفس اللحظة ما تجهد حالك كثير وبدك تنتبه لصحتك بشكل جيد يعني غداءك وصحتك راحتك هدولا اهم اشي حاول انك اليوم لو تمارس نوع من انواع النشاط البدني زي نوع من انواع الحركة او المشي عشان تنشط الدورة الدموية عندك اللي تحافظ على صحتك وحاول انك تباكر لعملك وما تلتهي بالامور الثانوية يعني الفترة هاي بتحمل انشغالات كثيرة وممكن ما تنجح في اتمامها بالكامل فعشان هيك لازم تنظم وقتك وحاول انك ما تقصر باعمالك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا الخمر صار في البيت الخامس بما انه في البيت الخامس يعني طاقة عالية جدا رح تدخل وتأثر عليكم خلال الفترة القادمة طالما القمر موجود في برج حليف لالكم اللي هو الميزان فهذا بيت العاطفة وبيت الحضوض فعشان هيك بتشتد رغبتكم اليوم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم وهذا يوم مناسب لممارسة نشاط فني او ادبي او ترفيه او احتفال مثلا او مناسبة معينة هاي فترة استثنائية ورائعة وبيبتسم لك الحظ بشكل جيد جدا وبتكون فرحتك كبيرة وممكنه تهتم اليوم باستعادة موقعك وتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره يعني بمعنى اخر انه الفترة هاي بتحملك انفراج وبتحملك برضو اخبار سر برج السرطان القمر الان صار موجود في البيت الرابع يعني بالنسبة لموليد برج السرطان تربيع برج السرطان مع وجود القمر وهذا شيء عادة بعض ايجابية وبعض سلبية انه بضغط عليهم شوي في بعض المسائل العائلية فعشان هيك بنقدر نقول انه اليوم بتحتل الامور البيتية والعائلية القسط الاكبر من تفكيركم ووسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية او غيرها اهم اشي انك ما تفقد الاتزان وثقة الاحبة ممكن تقلق بشأن صحة احد افراد العائلة او ربما مسألة شخصية الاهم من هذا كله انه الفترة هاي بدك تنتبه من مصاريف اضافية المصاريف هاي اما مصاريف بيتية او عائلية او استشفائية برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد القمر بما انه في الميزان معناته تثليث مع برج تسديس مع برجكم ومعنى تسديس يعني طاقة جيدة جدا وهنا هاي بتدل على الحركة والنشاط والاتصالات وسرعة البديهة فعشان هيك اليوم بتنشطوا في الدراسة والسفر والتنقلات والاتصالات والحوارات موسعكم اليوم اجتياز امتحان وممكن تعززوا العلاقة مع اخ او جار بتستوعبوا الظروف وبتتكيفوا معها بسهولة هاي فترة تعتبر فترة ممتازة للتواصل البناء مع الاخرين وبتتمتعوا بنشاط ذهني باسمحلكم بالمنافس القوية اهم اشي انك ما تضيع الفرص برج العذراء القمر موجود الان في بيت المال يعني بمعنى اخر انه بيركز كل تفكيركم خلال هذا اليوم على الامور والشؤون العملية والمالية فعشان هيك بتجدوا اليوم انه في فرص لمكاسب مالية بيكون اغلبها من عمل اضافي او مستردات هبات نوع من انواع الهدايا او الدعم في منكو كثير اشخاص من موليد برج العذراء ممكن يحصلوا على هدية او جائزة بتتركز الامور على امور مالية وممكن تقلقوا لمصاريف طبية او استشفائية طارئة حاولوا انكو تناقشوا العقود والمعاملات الادارية بتأني وحاولوا تدقق بالتفاصيل ابترغبوا اليوم بمساعدة احدهم وممكن تقوموا بمبادرة خيرة برج الميزان طبعا بعد ايام من الضغط العالي اللي كان موجود على موليد برج الميزان اللي شوي ضغط عليهم نفسيا وصحيا ويعني شوي خلاهم مكتئبين الان وصل القمر ودخل لبرج الميزان فعشان هيك بترجع الامور بطاقة ايجابية عالية جدا فثقتكم بانفسكم اليوم بتصير كبيرة وبتنجح وبتدفع بمصالحكم شعبيتكم بتصير بتصاعد هاي فترة بتحمل انجاز او تطور لافت اهم اشي انه ما تهملها واذا شفت الامر ما مشى معك اول مرة وكرر المحاولة بيمشي ان شاء الله ممكن يبتسم لك الحظ وتهنأ باستعادة موقعك وتتحمس للبدء بتنفيذ مشروع طال انتظاره برج العقرب يعتبر هذا اليوم بالنسبة لموليد برج العقرب اليوم وبكرة من الايام الصعبة جدا لانه القمر الان صار موجود في الميزان يعني بيت متاعبكم ودائما لما القمر يكون في بيت المتاعب يعني في نوع من انواع فقدان الطاقة والتعب الصحي الارهاق وخيبات الامل فعشان هيك بتلاحظوا انه التعب ما زال مسيطر عليكم من يوم امس حاولوا انكم تخلدوا للراحة وحاولوا فقط انجاز ما بوسعكم من عمل عاجل بيسود سوء التفاهم باي حوار او نقاش بتلاقي ان الناس بطلت تفهمك بالصورة الصحيحة بتخف وطيرتك وبتشعر بالملل وممكن تتأخر المعاملات او تلغيها او ترغب في الابتعاد عن الاجواء الصاخبة تعتبر هاي الفترة سلبية جدا فعشان هيك حاول انك تكون روتيني وتأدي اعمالك بشكل روتيني بدون اي مبادرة جديدة برج القوس القمر دخل على بيت يعني لا ما منعتبره بيت قوي جدا ولكنه بيت حريف لالك فعشان هيك بتنشطوا اجتماعيا وبتسعدوا من لقاء الاصدقاء وتعاونهم معكم منكم اشخاص ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة او مناسبة سعيدة اهم شي انكم تتجنبوا العناد وحاولوا انكم تكونوا اكثر انفتاح على اراء ومواقف الاخرين حاولوا انكم ما تتكاسلوا وبادروا لتصحيح الاخطاء واستعادة موقعكم ما بيناسبك البقاء وحيد في يوم مثل هذا اليوم يعني النشاط الاجتماعي هو الوحيد اللي ممكن يخفف عليك او ممكن تكسب من خلاله او العمل الجماعي وحاولوا تنجزوا كل الاعمال الضرورية والمهمة قبل وصول القمر لبيت متاعبكم برج الجدي طبعا القمر الان يعتبر بزاوية تربيع مع برجك يعني هو مش بالقوي كثير فعشان هيك نعتبره بيت السمعة وبيت السمعة يا اما بعطيك اشي ايجابي وممكن تكرم او ترفع فيه او تحصل على شيء مميز او تدان فيه والضر بمصلحتك فعشان هيك يعني هذا يوم جيد للاشخاص مثلا اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تغيير على طبيعة عملهم اليوم ممكن ينتبهلكوا المسؤولين او انكوا تقدموا اعمالكم كاملة مثلا وتكرموا عليها ويقدروا جهودكم وتعتبر هاي الفترة ممتازة جدا للتكريم والشهرة اهم شي انك تقدم افضل ما عندك وما تتهرب من المسؤوليات الموكلة للك او من اداء الواجب لانك ممكن تضر بمصلحتك فعشان هيك بدعوك لاستثمار كل فرصة جيدة في هذا اليوم برج الدلو القمر الان في بيت قوي جدا بالنسبة للك ويعتبر زاوية تثليف مع برجك وهو بيت حليف ويعتبر البيت التاسع من اقوى البيوت بالنسبة لأي برج فعشان هيك اليوم بتنشطوا في امور الها علاقة بالسفر البعيد او الاتصالات البعيدة او التواصل مع اجانب يوم مناسب لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان او بدعمك الحظ بشكل كبير اهم شي انك ما تستسلم وكرر المحاولة وثابر حتى تصل للهدف اللي انت بالدكية تعتبر هاي الفترة من افضل ايام الشهر وبترتفع فيها حظوظك وممكن اليوم تقوم برحلة او تشارك في احتفال او تناقش موضوع معين الاجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات والترويج وحتى اللي بيشتغلوا بالاستراد والتصدير او اللي عندهم قضايا قضائية اليوم بتصير لصالحهم برج الحوت القمر تحرك من مقابلكم تماما الان صار في البيت الثامن البيت الثامن يعني بيت الاموال المشتركة الاموال اللي معك شريك فيها او الاموال اللي ما بتعود لك لحالك فعشان هيك اليوم بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة الفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة او تعويض او قرد او ممكن ميراث او مستردات مالية اهم شي انكم ما تهملوا صحتكم ممكن تناقش موضوع تمويل او قرد او بنك مثلا او ضريبة او فوتير ممكن تناقش مواضيع مهمة وتعيش امتحانات صعبة لانه ممكن تتراكم عليك الامور والالتزامات فعشان هيك بدك تعالج الشؤون الادارية بدقة وبشكل خاص الملفات الاستشفائية والملفات المالية هيك نكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة